اكدت سعدة الشيخ الدكتور الشيخ رانا بن تعيسى بن دعيج الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس مناء مجلس التعليم العالي أن الاطلاع على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات خصوصا في مجال الدكاء الصناعي واكتشافات المعرفة والأمن السبراني ما هو إلا تأكيد على تشجيع مجلس التعليم العالي على البحث وتطوير في الجامعات للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة جاء ذلك على هامش مشاركة سعادتها في افتتاح المؤتمر الدولي لابتكارات تكنولوجيا المعلومات واكتشافات المعرفة 2023 والذي تنظمه كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الاهلية على مدى يومين متتاليين في قاعة أول بفندق الخليج وبمشاركة عدد واسع من العلماء والأكاديميين والمختصين بتكنولوجيا المعلومات من مختلف دول العالم بهدف مشاركة وتبادل الأفكار الجديدة بخصوص اكتشافات المعرفة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الآمنة وانترنت الأشياء وذكاء الأعمال بالإضافة إلى تسليط الأضواء على الاتجاهات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات بما ينعكس على معارف وقدرات الأكاديميين والطلاب والموظفين والباحثين المشاركين في المؤتمر يهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات بما ينعكس على معارف وقدرات الأكاديميين والطلاب والباحثين المشاركين في هذا المؤتمر الهام فيضم المؤتمر العديد من الأوراق أكثر من مائة ورقة بحثية من باحثين من مختلف دول العالم في العديد من المجالات التكنولوجية حيث سيتم نشر جميع هذه الأبحاث في قاعدة سكوبيس للنشر العريقة العالمية وأيضا من أهداف هذا المؤتمر العمل على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الأس دي جيز وعلى خدمة رؤية مملكة البحرين عشرين ثلاثين تقيم الجامعة الأهلية كلية تكنولوجيا المعلومات المؤتمر الدولي لابتكار تكنولوجيا المعلومات والجامعة تؤمن إيمان تام بأهمية البحث العلمي ولذلك هذا المؤتمر العالمي اللي يستقطب علماء من كل أنحاء العالم من أكثر من ثلاثين دولة تستضيف مملكة البحرين سوف يضيف إضافة إلى العالم في كثير من المعلومات وخصوصا اليوم العالم كله يدور حول تكنولوجيا المعلومات ولذلك الجامعة الأهلية دائما في مقدمة من يؤمن بالبحث العلمي في هذا الاتجاه وإن شاء الله كل التوفيق والنجاح لكل المشاركين في هذا المؤتمر من أهداف الجامعة الأهلية هو إنشاء وتكوين المعرفة في المجتمع ويأتي هذا المؤتمر بنسخته الأولى الذي تقيمه كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الأهلية ليساهم في رؤية البحرين عشرين ثلاثين وليساهم في المشاركة في الناتج العالمي لتقنية المعلومات بجميع تفرعاتها بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك والمؤتمر والله الحمد فيه العديد من الباحثين من حول العالم ومن البحرين ومن المنطقة ويساهم بشكل كبير في تطوير مجال تقنية المعلومات والبحث العلمي وجميع الأبحاث سوف تنشر في سكوبوس إن شاء الله